شيء آخر اللي بعجبني في شخصية المسيح هو أمانته أمانة المسيح المطلقة تعرفوا أحبائي لم يطالب بشيء لم يفعله هو عندما تكلم عن إنكار الذات أو حمل الصليب المسيح أنكر ذاته وحمل الصليب عندما تكلم عن الغفران غفر وعندما تكلم عن المحبة أظهر المحبة وعندما علم عن عدم الانتقام شفنا أن المسيح غفر على الصليب وحتى اللي عم بخونه تعرفين في هاي اللحظة يعني أنا لما أول مرة قرأت الكتاب المقدس يعني هيك صار دمي عاوز أمسك السيف وقاطع راس يهودا حد بشوف هاي الشخصية الحلوة الجميلة يسوع وبتخونه لكن لما بتبتدي تشوف كلمة الله وتتعمق فيها بتشوف كم المسيح كان محب وكان مسالم وكان فعلا رسالة حية لكل من حوله عدم الانتقام مثل ما سمعنا قال يا صاحب بدل ما بنسمع كتير بهاي الله يلعن و الله يعمل هيك و الله يساوي هيك و الله لا يردك و الله و الله بالعكس هاي مش في المسيحية هذا ضد الكتاب ضد المسيحية ضد تعليم الكتاب المقدس تعليم الكتاب المقدس المحبة والغفران والتسامح تعليم الكتاب المقدس قوي جدا لانه مش خايفين اللي بيخاف بيستخدم لغة بشرية اللي بيخاف بيكون اله ضعيف اللي بيخاف ممكن يكذب ممكن ينكر ممكن يخدع يمكن يمكر لانه هاي صفاته لكن المسيح المؤمن الحقيقي ما عنده خوف بيتكلم الحق حتى ولو على قطع راسه مثل يحنى المعمدان قال لي هيرودوس أنتيباس لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك وقطع رأسه بسبب كلام الحق اليوم أحب أعيشين في عصر شرسين متصلفين مقتحمين غير طائعين غير شاكرين شرسين يعني بتشوف العكس في هذه الأيام لكن نحتاج إلى أخلاقيات المسيح تملأ الأرض وتعلم كل البشرية فعلا هاي التعليم اللي إحنا بنحتاجه قل لي هذا التعليم هل موجود في أي كتاب آخر أنا بقول لك بس في الكتاب المقدس هذا النوع من المحبة المحبة اللي محدودة المحبة الغير مشروطة المحبة اللي بغض النظر شو أخطأنا هاي محبة أزلية محبة أبدية محبة ما بتتغير مع الزمن محبة مش يعني إذا حبيت قال يسوع إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل فأي أجر لكم أليس الخطاط يفعلون هكذا هذا وعلى فكرة الشيء اللي بيذهلني وبيعجبني في يسوع إنه ولا مرة يسوع المسيح عم بيطالب بشعبية عم بيطالب في قبول بل بالعكس يعني حط التلاميذ في امتحان ألعلكم تريدون أن تتركوني لأنه تركوا أهل هذا التعليم صعب أجاب بطرس وقال إلى من نذهب يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك ونحن قد عرفنا وآمنا أنك أنت هو المسيح ابن الله الحي فإذا أمانت أماني مطلقة ما طالبنا بأي شيء نعمله لم يفعله هو وهذا هو مثال الكمال وكمال المثال ومثال الجمال وجمال المثال بل كمال الكمال شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر